موسيقى السلام عليكم كيشتور هدا شكل نهائي ديال الكسبة كتجي عليها تشكل راكت جيزوي وناف في اللبسة داك السنسلا في نديرها عاحد الحزام هنهي غنبدا لخياطة ديالي اول حاجة غنبدا بيها هي السنسلا كنخلي واحد جوز صانتي من الفوق دورة دلعنق وكنبدا الخياطة راني ديرها السبات ديال ديال السنسلا باش ما كتجيش كتجين في نياف الخدمة وكنرخف هداك اللي كيتحكم في السبات كنرخفو لحسب هاد توب ديال ديرها كيتيري ويجينا مبوق كنحاول رخف هداك مزيان باش جينا الخياطة مجينش باش مبوقع في هادك التموجات صافي وكنمشي مع السنسلا ديالي شوية بشوية كما تششو كتجيه لها تشكل ونجيب دوفة التانية غادي نحطها عليها هكا كما كتشوفو ندير الدورة دلعنق حدا الدورة دلعنق ونبداها يكونوا غادي مستوى واحد نديرها اش طالعة ولا هابطة وغادي نبداها من الجيهة من التحت باش تجيني على على يدي حت تصباط عندي واحد ديال السنسلا كيثو مرا كيكونوا جوج كيكون واحد ديال ليمن وديال الشمال صافي وكنمشي مع تهو غادي بشوية والتوب هذا ديال الدن مانتيري واش را دير بحشكل ديال المبرة مانتيري وش التوب باش يجينا ميجيناش في هداك التموج والصباط يكون مرخوف بزاف صافي كنساليو بالخياطة ديال السحاب ديالنا كيجي على هاتشكل كيما كتشوفو كيجي بينا غي دك السنان ديال السباط ديال السنسلا هنا غادي جيب دك السجفات ديالي وكاللقي لهم الكتاف هلا هاتشكل كندير الوجه عند الوجه ونخيطهم من الكتافات من الجيهات بجوج هذه الكتاف هادي راسة سهلة تخيط 4 ساعة تخيطوها صافي نارو مونطيت الكتاف هالكتاف مونطيتهم معاكم شحن من مرة كتر من فيديو كنجيب دك السجفات ديالي كنحطوه من الوجه عند الوجه وكندير دك الخياطات الكتاف عند الخياطة ونشد بالبانقات كنقد دك الخياطة مع الخياطة ونشد بالبانقات ديالي بش ما ندوز بالخياطة ماي ميعواجوليش ميجيش مزاقلين على هاتشكل سافي ونهبط هادك السجفة ديالي كننصقها مع هاتك السحاب نخلص نالداخل بين السجفة وبين الضوفة كماشتوا على هاتشكل هل كنحاول نشرح لكم باش تفهموني رابعي نفس الصورة سافي ونبدأ الخياطة ديالي كنمشي على ذاك الخياطة اللولة اللي دايرها في السحاب كندوز عليها بالخياطة وكندور مع الدور هذا العنق كاملة سافي بذاك القنيط سرعني كننخلي اللي برام حشية في التوب كنغرس اللي برافة في التوب ونضور ونخلي واحد صانتيم ونصد ديال الخياطة ولا صانتيم على حساب شحال متوما مخليين ونضور مع العنق ديالي كامل ألا تشكل ألا تشكل ألا تشكل السلطة ونتو ما كدت قدو التوب تقدو السلجفة مع مع الدوفات سافينا عاوض غدي نضور نغرس اللي برا ونضور مع السلجفة الثانية هادي هي السجفة ديانا هادك الزوائد ركا نحيدهم مش ميجيناش تاكل قنطة غلية طبعين نقلبوه صافيك يجين عليها تشكل تاكل الخياطة مع الخياطة عودك نقدوها ديال السجفة مع الكتف نحيدو ذاك الزوائد اللي عندنا من الداخل ضروري مش ميجيناش داك القنط نديرو كرانات باش يجينا العنق داير دورة ديال الراقبة تجينا دايرها مزيان ديرو كرانات هكا في الدورة الكاملة نديرو كرانات هنولي نديرو صافي ونقلبو مزيان داك القنيط نحاول نخرجو مزيان صافي باش غادي نعاود عليها بعبار سبات غادي ندور عليها كامل اذا جدتكم غلية غادي تمقصو ذاك الزوائد اللي من الداخل طروري تحيدوهم باش مكيجيوش ذاك شي غلية داك البلاس الخياطة ديال الكتف تمنى يكون الصورة واضحة تبعو غي الخطوات خطوة بخطوة راسها هلا صافي غاستدو هات السنسلة باش تعطينا الشكل كي غادي جي فندخلو داك سجفال داخل على هات الشكل هادا تبعو غادي نبدال الخياطة مجيها ديال الشمال وغادي نطلع بعبار سبات وغاندور عليها كاملة كما قشتو كنخلي عبار سبات راكي ما قلت لكم هو كيكون نص سنتيم هذا كوه عبار سبات كنخليه نص سنتيم وندوزو بالخياطة هنا هي هادا اللي كيتحكم في السبات راني كنحاول نزيرو شي شوية غي شوية يمشي بزاف باش يدوز لي التوب حي التوب ما كيبغاش يدوز ما كيكون مرخوف بزاف صافيكو نطلع هكا يا كما كتشوفو بعبار سبات هاد عبار سبات راكي يجي شي شوية صعب في اللوول بالنسبة للمو بتاديقات اللي عاد بدا ما كتشوفو عبار سبات راكي يجي ساهل كل شي مع السي مراريه مع السي مراريه راكت تعلميك اي حاجة كتتعلميه وخا كتبالك في اللوول صعيبة وانما في التالي راكتولي يجيك ساهله صافي كان غرس ليبرا وكان نضر معا الدورة ديال الرقابة كان نضر معاها كاملة كان مقاعدة وكان قاعدة دفتوب حيث هات توب ديال الدرة كيبقا شوية كيتعكس صافي غا نوصل لدك القنيه يتعاود وغادي نغرس ليبرا ونظر وانها بتعاود بعبار السبات بحاجة هادية الشمال دائما تشددتو بتحاولو تحلو من تكونو قد خدمو بتخليوه حيث مكمش بتحاولو تساعدو بيديكو بتحاولو تساعدو بيديكو كمشتو كنحاول نطلع داك السنسلة حيث السنسلة را كانت عندي كبيرة بعد كان نقطع منها من قسم منها منجي نخيط هذه الصايم على جزء العلوي هاد هي السنسلة ديالنا كتجي على هاتشكل كتجيش فيها دك التموجات ودك التبواق اللي كيكون في الدين هاد هي شكل نيائي ديالها هنا يرا كان نجيب داك الخياطة ديال السجفة ديال الكتف مع الكتف وكندوز تهم عليهم عبار السبات باش كي باش كتشد لي داك السجفة ما كتبقاش تتحرك كندوز لها عبار السبات كندوز عليه وكنشد داك السجفة تافيت مرة كارتق وكندوز الخيط داك وردوز الخيط داك وردوز تفيني والخيط من تكونوا كتخدموا ثم كتخدموا ثم كتفيني هنا سأضغط التركيز كما نشد المنتصف نضعه على الخياطة الكتف نضمعه بالخياطة هذا العلم الذي لديه في الكم سأضغطها من جهة الامام يجب أن تخيطه نضعه مع التركيز نضعه سنتيم ونصف نضعه بالخياطة هذا هو الكم نضعه الثاني نضعه الثاني سأضغط التركيز مع الجزء العلوي الامام قمت لها كرانة من فصلتها نضعه على السنسلة حيث يكون المنتصف ونضعه بالخياطة سنتيم ونصف الخياطة سوف نضعه بالخياطة كما ترى نضعه رسالة نضعه نضعه لنضعه نضعه 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 لنضعه فلنضعه ونضعه لنضعه نضعه نضعه لنضعه ونشدهم ونصدقهم نخليه واحد السنتيم ونشدوزو عليهم بالخياطة نبقى ندوزو ونعاودو باش ما يبقى شيء مش ما يتحلونناش صافيك نحيد ذك الخيوط ديالي كما قلت لكم ضروري سفيني والخيوط كي يجيوا على هات الشكل ونحيد لهم ذك الزوائد اللي من الداخل باش ما يبقى شيء بانوننا هذا هو ذك السنتيم اللي كان خيطه صافيك نحن على هات الشكل راه طريقة سهلة هاد السج فادي را كان إلا بغيتوا تلصق لكم كدوزو عليها بخيطه ليبرا غيبي يديكم باش ما تجيش ذك الخياطة بينها في لوجه هنا غنصاوب الجياب هات الجياب راني فصلت هم كنت فصلت الجياب باش غنديروهم في الجنب تعاملتها من دار تليسياج ما بغتش تدير ذك الجياب هكتلي ديري الجياب بغي ديكور هكي يجيو من الفوق كي ما شتوا عدورة كنديرو فيهم ثمانية سنتيم في العرض كنديرو فيهم 14 سنتيم في الطول هلا تشكر راه عندي ثوب مطوع الى ربعة وكنقطعوهم صافي كل جيب كي يكون فيه شقيطة كنجيبو ماكا كنديرو وحدة على وحدة وكندوز عليهم بالخياطة نخلي صانتيم ديال الخياطة وندوز نتعدو راه سهلين كي يجيو في المنايدر زوايونين لو بغيتوا تديرو جيب الصح كديرو وبغيتوا تديرو مغي ديكور من الفقرة كديروهم راني حاطاها معاكم في الافيستو في واحدة الكسوة صافي كان خي نحيد ذك الزوائد اللي عندي نقطعو ونقلبها دك كي طاعة ديالي كنقلبها بخرج لهادك القنيزات وغندوز عليها بالعبار السباط نصيف ونقلبها نصيف إنا نقلبها بالقنط وندور عاوض صافي كتجي على هات الشكل هادا كماشته كندور عليها بعبار السباط كنجي كنترسي البلاسة دي تجيب ديالي كنخلي من الخياطة دي الحزام كنخلي تسعد ديال سانتيم ومن الخياطة ديال الكوتي كنخلي ربعة سانتيم صافي ونحط هذيك القيطعة ديالي اللي خيط نشدها بالبانقات باش ما يجي نخيطها ما تتحرك ليش ولا تعواج جيني عوجة ضروري تشده بالبانقات كماشته را كنسر الحام زيان كنقدع لاداك التراسج اللي عندي وكانشد بالبانقات صافي وغندوز عليها بالخياطة خلي غندير خلي سانتيم ديال الخياطة وندوز كنحاول نبيل لكم باش تشوفوا حتى بالعين تشوفوا را كيساعد على التعلام صافي دا بخيطها وانحيد داك البانقات ديالي وغنولين طويها باش غندير لها تهي عبر سباط كماشتوا على هاتشكي وغنعود لها الخياطة المرة الثانية اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتستافدوا منه وما تنساوش تخليونا اشتراك وتدعمونا بجيم وبتعليقات ديالكم تزوينا دائما ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى هميشه اشتركوا في القناة